الحقيقة بعض العلماء يرى أن هذا من الإلحاح على الله في الدعاء اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا فيرى أن الغائب يشمل الغائب بالموت والغائب بالسفر والغائب بعدم الحضور في خاص المجلس ونحفيه فحينئذ كأنه لأنه إذا قال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبينا وصغيرنا وكبينا شملت الجميع كقوله حين وميتنا إنما هو من باب إيش الإلحاح بالدعاء كانت تقول اللهم اغفر لي ذنبي كله كما ثبت في الحديث الصحي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم اغفر لي ذنبي كله فقال كلها انتهى قال دقه وجلة علانيته وسره ولما يقول أوله وآخره هو نفسه اغفر لي ذنبي شمل الجميع لكن هذا من باب الإلحاح والله يحب الملحين وهذا هو الذي أدب به الشرع أتبع هذا النبي الكريم وأتبع الأنبياء والرسل أن يعلموا أنه لا أكرم من ربهم وأن الله يحب المسألة ويحب السؤال وهل هناك أعظم من أنه يحث عباده على سؤاله ويبين لهم عظيم فضله ومنه وكرمه هل سمعت أجمل من قوله سبحانه وكل قوله سبحانه جميل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة تأمل إذا سمعت هذه الآية أو قرأتها ماذا يدور بخلدك فوربك ما دار بخلدك لا يساوي عشر معشار العشير من ذرة من كرم الله وجوده فأنت تلح على الله غفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا هذا كله من باب الإلحاح على الله عز وجل وأنت تقول يا اللهم اغفر ذنوبي اللهم تجاوز عن سيئاتي اللهم كفر خطاياه كله من باب الإلحاح على الله وإن كان بعض العلماء يفرق بين الخطيئة والسيئة وبعضهم يفرق بين الذنوب في العموم والخصوص والسيئات لكن هذا كله من باب الإلحاح على الله بالدعاء والنبي صلى الله عليه وسلم وردت عن الحقيقة أحاديث كثير منها فيها ضعف في الدعاء للميت والإمام الأخير يميل إلى أن حديث عوفي بن مالك الذي سيذكر المصنف بعد هذا اللهم اغفر له وارحمه وعافي وعف عنه وأكرم نزله أن هذا هو أصح الأحاديث وأقواها وهو الذي يعني الحقيقة جمع الدعاء للميت حتى إن عوفي بن مالك رضي الله عنه قال تمنيت أن أكون ذلك الميت من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من أجمع الأدعية للميت الأصل أن المسلم يحاول حفظ هذه الأدعية المأثورة ويقولها وقد دعى النبي صلى الله عليه وسلم للميت بهذه الأدعية والحديث حسن هذا حديث برواية أحمد في مسلم وحسن السنة وغير واحد من العلماء رحمه الله نعم وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم متقلبنا ومثقرنا وأنثانا قد يقول بعطيب الخنثة المعنى ذلك أنها خرجت الخنثة إما ذكر أو أنثى لأن الله يعلم حقيقة إما أنه ذكر أو أنثى ولكن العباد إذا جهلوا ولم يستطعوا ذلك الخنثة يتبين حاله لكن إذا لم يتبين وكان مشكلا فالله يعلم إما ذكر هذا يؤكد وذا قال تعالى وأنه خلق الزوجين الذكر أو الأنثى ومن كل شيء خلقنا زوجين فالأصل إما ذكر أو أنثى وهذا الذي جعل بعض العلماء يقول اجعله أنثى لأنه اليقين حتى يتبين أنه ذكر هذا مقرر عند علماء أو الأئمة لكن هنا المراد به أنه يشمل الجميع ومثل ما ذكرنا أنه إلحاح أنه ذكرنا وأنثانا يشمل الجميع إنك تعلم متقلبنا ومثوانا فهو يعلم كل شيء لكن لما قال متقلبنا ومثوانا هذا الدعاء بالمناسبة لأن انقلاب الإنسان من هذه الدنيا إلى الآخرة وانقلاب الإنسان من الحياة إلى الموت هذه عبرة عظيمة ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بما فيه مناسبة ومثل قوله سبحانه الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقريونا إلى ربنا لمنقلبون فأنت في مسير فناسب أن يختم بأن غاية المسير لمنقلبون ممنى الانقلاب أحد الصالح يركن مع رجل ودع الدعاء قال انزل أنت تريد تقلب بين السيارة أعوذ بالله منقلبون يعني المآل فلما ذكر هذا صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين ناسب لأنك تعلم متقلبنا ومثوانا مثوى الإنسان مقامه ثوى في المكان إذا أقام والقبر مثوى لكنه مؤقت ولذلك من الخطأ ما نسمعه من البعض يقول مثواه الأخير هذه عبارة خاطئة وإذا صحبها الاعتقاد فهذا من اعتقاد أهل المادة الذي يقولون ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع ولا يؤمنون بوجود الدار الآخرة فيقول مثوى الأخير انتهى كل شيء والواقع أنه ليس مثوى الأخير ولذلك الأعرابي بسريقة وفطرة أعلم من هؤلاء فما سمع قول الله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر قال زاروها سرعان ما ينتقلون عنها لأنها مقابر سينتقلون منها إما لما هو أنعم إذا كانوا في نعيم وإما إلى ما هو أشد إذا كانوا العياذ بالله في عذاب وإذلك يقول كما في حديث البراء الصحيح عند أحمد في مسنده أن المؤمن إذا رأى ما عند الله من المثوبة وجاءه عمله الصالح يقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة مشتاق إلى لقاء ربه سبحانه وتعالى وأما الكافر فيقول ربي لا تقم الساعة ربي لا تقم الساعة يخاف ومن هنا المثوى المآل ثواب المكان إذا أقام فيه أنك تعلم متقلبنا إيمان القلب إليه ومثوانا ومآلنا لا شك أن الله وحده هو الذي يعلم ما يقول إليه الإنسان وكيف تكون عاقبته أن أسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمان يجعل لنا ولكم المسلمين أحسن العواقب أن يلطف بنا وبكم أن لا يردنا ولا يردكم مردا مخزيا ولا فاضحا نعم إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير فهو سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء وذلك قالت الجن نظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هرب وعلى كل شيء قدير فهو سبحانه وتعالى الذي وسع كل شيء الرحمة وعلمه وهو الذي لا منتهى لقدرته سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء وبيّن أن هذا من الثناء على الله ومن الثناء على الله السنة في الدعاء يشتمل على الثناء على الله والثناء على الله بمدحه وحمده في أول الدعاء وختم الدعاء كذلك بذلك أو ختم الدعاء بأسماء الله وصفاته وقال بعض العلماء إن اسم الله الأعظم ختم الدعاء بالأسماء الحسنة والصفات بما يناسب واحتجوا بقوله تعالى وارزقنا وأنت خير الرازقين وهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين فختموا طلب الرزق المائدة فختموا لأنه إذا ختم مثلا حينما يكون الإنسان يطلب من الله سبحانه وتعالى رحمة أن يهبه رحمة فيقول ربي هب لي منك كذا وكذا إنك أنت العزيز الوهاب فناهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب فيختم بالاسم الصفة المناسبة لما يدعوه وأسماء الله صفاته كلها جميلة جليلة فلما تأتي في الدعاء ميزة أن تكون عند من يقول بهذا القول أنه إذا دعى بهذا يكون حضور القلب والإخلاص بها أكثر وحينيذي يكون أقرب الإجابة وأيما كان النبي صلى الله عليه وسلم ختم بالثناء على الله عز وجل بقوله إنك على كل شيء قدير نعم ترجمة نانسي قنقر